خليني أروح أشوف شون تفاعل الشارع والمواطن العراقي مع استطلاع حلقتنا هذا اليوم مشاهدين استطلاعني يقول بعد تصرحات السيدة للسوداني هل تؤيد الربط السككي مع إيران أو السعودية أو حتى الكويت ستنائب يعني 76% من المشاركين بهذا الاستطلاعهم هم لا يؤيدون الربط السككي لا مع إيران لا مع السعودية ولا مع حتى الكويت علق لي ستنائب لكن إذا سمحت بإيجاز هذا يعني أنه المصوتين وناس واعين ومدركين ومتابعين جيد لطرح الخبراء ولطرح الناس اللي عندها منطق وعدها درايه هل سأقول فكلمة بسيطة في داخل لجنة التخطيط الاستراتيجي قلت لنا إلى مدير عام السكك يونس الكعبي قلت لزين تعال خنسوي جدوة اقتصادية قبل لا توقعون قال لي عين سوي جدوة اقتصادية بين لجنة مشتركة من الموانئ والسكك قال لا 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 الموانئ ما تدخلوا يعني باللجنة فقط إحنا السكك يعني شفت هذه معناته واضحة علامة واضحة واعتراف صحيح أن الربط السككي لنقل البضائع واعتراف صحيح أن النقل السككي يضرر الموانئ ويضرر ميناء الفاو ولكن مدير عام السكك هو سعى إلى هذا المسعى ربما عليه ضغوطات أو توجيهات أو منعينة أو تابع لأحزب هذه مسؤوليته ولكنه الإجراء اللي قام به إجراء خاطئ وأوهم الوزير لأن انت رحت مع الوزير ليش ما وقعت وياه الرجل ما عنده خبرة وما عنده دراعي ليش انت ما وقعت له على هذا المعظر وتقول أتحمل المسؤولية أن الربط السككي لا يضرر الموانئ ولا يضرر ميناء الفاو عموما آخر كلمة أتكلمها إذا لم تلغى هذه الاتفاقية ولم يلغى الربط السككي ولم يحدد بأي حمولة محورية 25 أو غير ذلك نحن المحاكم بيننا وبينكم وإن شاء الله كل من تورط بهذه الاتفاقية وأوهم الوزير أو رئيس الوزراء كلهم سيأتي من معاون مدير عام الشؤون الإدارية عادل دشر إلى يونس الكعبي إلى وزير النقل إلى رئاسة الوزراء إلى كل واحد يدافع عن هذا الشيء اللي يضرر مستقبل الأجيال ميناء الفاو ويضرر العراق اقتصاديا والله شوف إحنا في هذه الدورة أنا حلت لحد الآن سبع وزراء للإدعاء العام لا تصورون واحد الآن هو بالسلطة ويقول أنا قوي والسلطة بيديو ما حد يحاكمني تنتهي ولايتك وتروح وتتجرجر إذا مو عامر عبدالجبار أكو هواي خيرين وأشراف يجون بعد نجر جرونكم والمحاكم بيننا وبينكم إلى يوم الدين